وزارة المالية كانت حريصة الحقيقة على إصدار أو توفير 3 ملايين جنيه من الحقيقة العملة المعدنية بتحمل شعار الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة مصلحة الخزانة وسك العملة طرحت هذه العملات المعدنية اللي بنقول عليها فكة بين قسين من فئة الجنيه لتحمل شعار الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة تخليدا لذكرى هذه المناسبة التي تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة في الذودي عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه طيب وزير المالية الحقيقة وده تصريح مهم بيقول أن ده بيأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية الوعي بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة في حياة الشعب المصري من خلال إصدار عملات معدنية متدولة أو تذكارية تسهم في إحياء هذه الذكرالات الخالدة وتوثق هذا الحدث الجليل في تاريخ الوطن تضحات كبيرة تضحات جسام الحقيقة على مر التاريخ قام بها رجال الشرطة خلونا نتوجه بسؤال حقيقة وبترحيب أولاً لسيد دكتور شريف حازم مستشار وزير المالية لشؤون الهندسية مساقية دكتور حازم شريف سيد خير أحب إزاي حضرتك أنا بشكرك الأول على تواجد حضرتك معنا ويعني لو تضعنا في تفاصيل أكتر عن هذه الخطوة والأهداف من فكرة وجود الحقيقة عملات معدنية سواء كانت للتداول أو للاتذكار وليه حرص وزارة المالية دائماً على المشاركة في هذه الأحداث الوطنية التاريخية بهذه الصورة دكتور شريف الحقيقة زيب أقول لكم شوية على معرض السباب في دور مظلم جداً للمؤسسات الدولة دائماً بيحدث عليه سياس راية بتوعية المواطنين سواء بالأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية وكمان بالمشروعات الحالية للدولة المصرية بتقوم بيها فتوجيهات وزير المالية دائماً إن احنا بنحتفل بعيد الشرطة السنة دي العيد السبعين بعد الحدث الكبير اللي حصل سنة 1952 بإصدار عملة متدولة في فئة الجنيه وهنا برضو كان في فكرة أن احنا ما نصدرش عملة إسكرية قد تكون في إيد الهواء فقط إنما فكرة الجنيه المتداولة بيكون في إيد الشعب المصري كله لأن هذا اللي حتى بنشتري بن يعني الحدث كبير جداً متضحيات الشرطة من سنة 1952 لغاية الوقت الحالي زي نسياد الرئيس قال من حوالي يومين في الاحتفال بعيد الشرطة كل الناس حاسة بيها يعني الزباط والزباط الصف والزنود الشرطة بيقوموا بدور مهم جداً مع زباط الجيش في حماية الجابة الداخلية للوطن وبيقوموا بتضحيات كتير جداً والشغداء والجرحة فيهم يعني دورهم لا ينسى أبداً فده يعني دور مهم بتحرص عليه بزارة المالية كل سنة أنا أتصدر عمدة التجارة لدخليط هذه الذكر صحيح يعني فكرة المشروعات التاريخية اللي زي العاصمة الإدارية الريف المصري الجديد مدينة العالمين من الواضح أيضاً أنه فيه توجه لوزارة المالية لتوثيق يعني نقول إيه ركائز الجمهورية الجديدة دكتور شريف عناصر النهضة يعني البلد فيها الحقيقة النهضة غير مسبوقة بنعيش عصر بناء الحقيقة يعني دون مبلغة ربما لم تحياها مصر منذ عهد محمد علي ده حقيقي المشروعات السياسة الرئيس بيقودها النهاردة سواء أناطر أسيوت الجديدة مشروعات الطرق مشروعات الطاقة الكهربائية كانت تين تين فأسوان للطاقة الشمسية أو محطات الطاقة الكهربائية ضخمة جداً لتعامل التنين من نفاتة اللي كل الناس حتى بيها ده جزء من المشروعات القومية اللي الدولة بتقوم بيها وبرضو بتحرص ذات المالية على توصيقها عن طريق عمل عملات متدولة إنما كمان المشروع المهم جداً الحيني هو بيضمع كل دول هو مشروع حياة كريمة صحيح الدولة المصرية بتخطي وبتحاول تحسن حياة ستين مليون مصري من أشقاءنا اللي عايشين في القرى اللي لم يمتد لها يعني يد التطوير منذ عشرات السنين النهاردة زي ما سياد رئيس قال النهاردة الدولة بتدخل بتخلص لمشروعات كلها إذا كانت مدرسة وحدة طحية مركز شباب طرق محطات مية تطبيح محطات كهربا كل الكلام ده يعني بيفرق ما عنده أكتر من نصف الشعب المصري النهاردة بتدى يحس بيه سواء في الصعيد أو في الدلسة إنما كل قرية نهاردة دخل على عصر جديد مش مجرد المشروعات اللي بتتعامل إنما ما وراء هذه المشروعات كمان إننا نعمل بيئة للتصنيع الزراعي في القرية دي وبيئة للشباب إنك يشتغل حاليا في المشروعات دي في مشروعات قادمة بعد كذا فالحقيقة تأثيرها ضخمة جدا وده برضو جزء من حرص وزارة المالية إنها تؤثقه من حوالي سنة أصدرنا جنيه تسكيري ونصف جنيه عليه بنسبة بداية مشروعها يا كريم أنا بشكرك وده جهد عظيم يعني الحقيقة بنشكر عليه وزارة المالية حدثا الحقيقة عن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا مرور سبعين سنة على الاحتفال بعيد الشرطة وتضحيات الكبيرة اللي قدمها رجال الشرطة للحفاظ على أمن وأمان المواطن